اكد سعادة السيد جميل بن محمد علي حمدان وزير العمل أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تولي اهتماما متزايدا لمواكبة التطورات التكنولوجية والتقنية والمستجدات على صعيد سوق العمل واحتياجاته من الكفاءات الوطنية المؤهلة لإدارة حركة الانتاج في مختلف القطاعات جاء ذلك في كلمة مملكة البحرين التي ألقاها سعادة السيد جميل بن محمد علي حمدان وزير العمل رئيس وفد المملكة أمام الدورة الخمسين لمؤتمر العمل العربي والتي تعقدها منظمة العمل العربية في جمهورية العراق الشقيقة خلال الفترة من السابع والعشرين من إبريل إلى الرابع من مايو الفين واربعة وعشرين وأشهد حمدان بتقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية في الدورة الحالية للمؤتمر مؤكدا أن هذا السياق جاهزية مملكة البحرين للتعاون مع المتغيرات التكنولوجية مضيفا إلى أن المملكة أطلقت استراتيجية قطع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي الفين واثنين وعشرين الفين وستة وعشرين والتي تستهدف تنويع الاقتصاد في المجالات الرقمية وتشجيع الابتكار ولفت سعادة وزير العمل في هذا الإطار إلى أن الحكومة سخرت العديد من الموارد والإمكانيات لتحسين برامج تطوير التعليم والتدريب وتأهيل وتنمية الموارد البشرية كما تطرق حمدان إلى جهود المملكة في وضع الخطط والبرامج الوطنية التي تسهم في خلق المزيد من الفرص النوعية للمواطنين ترجمة نانسي قنقر